النهاردة عندي فكرة الكيك ممكن نعملها مع الاطفال او لو عندنا تجمعات الكريسمس نعملها وكلها نتبست في تازينه زي الكحك كده في العيد عندي كيك حلوة قوي زي شجرة الكريسمس بالزبط وكمان مصعب خالص يعني لو جربتوه بجد هجيبكم جدا سهل وبسيط وفيه شركة يعني ممكن حد يعمل الكيك وحد يزين الكيك تبقى حاجة كده مختلفة عن ان احنا نتفرج او نتكلم نعمل شركة مختلفة وفي نفس الوقت تبقى بتدينا الروح والسبيرت بتاع الكريسمس خلينا نقول مع بعض المقادير عندي مقادير زي اي كيك بنعمله مقادير جفة ومقادير سيلة بس فيها كام حاجة مزوداها تدي فوليوم اكتر او ارتفاع اكتر للكيك وتخليه هش شوية وفي نفس الوقت هنزين بالوان الكريسمس اللي هي الخضرة بتاعة شجر الكريسمس عندي المقادير الجفة 180 جرام دقيق 6 جرام بيكينج سودا 3 جرام ملح نصف كوب كاكاو خام 1 و 3 كوب سكر كل ده بالنسبة لي مقادير الجفة هتستغربوا ليه مش مدخلة لكوب السكر مع المقادير السيلة كالعادة هقولكم ليه عندي المقادير السيلة 120 ملي لبن 60 ملي ساور كريم بيكون زريف جدا لو ما فيه ساور كريم نبدله بإن؟ نبدله بزبادي ده بيدي بقى طعم هش وجميل وبيخلي الكيك خفيف جدا عن العادي بتاعه عندي اتنين معلقة كبيرة بانيليا عندي 118 ملي زبدة سايحة اتنين معلقة كبيرة قهوة سيلة لو ما فيش اطفال اتنين بيضة هزين ده بكريمة خفك للحلويات او كريم شانتي اللي اتنين ينفعوا او كريمة الزبدة اسهل حاجة كريمة الخفك او كريم شانتي لهم ما بيحتاجوش اي اضافات هلون الكريمة دي هاخد جزء منها ابيض واخد جزء تانية لونه بلون الاخضر عشان اعمل شكل الشجرة عندي سكر بودرة عندي 8 كونو بسكوت اللي هو بتاع الايس كريم هحتاج ورق كوب كيك وبس كده اول حاجة هبتدي اعملها دلوقتي ان انا اجهز المقادير الجفة والمقادير السيلة عندي المقادير الجفة عندي ايه؟ عندي سكر وهنخل كل حاجة مش عايزة اي كلكعة في الكيك بتاعي وعندي كاكاو وده اكتر حاجة بتعمل كلكعة زي ما انتوا شايفين اهو في حتة كده بتبقى مكلكعة انا مش عايزها في الكيك خالص فمهم ان احنا ننخل المقادير الجفة وبعدين نعمل المقادير السيلة عندي دقيق بحطينا دقيق كاكاو سكر عندي البيكينج سودا عندي الملح كده مقادير الجفة كلها بتاعتي جهزة بقلبها كده اجهزها دخلها في بعض ده من غير اي مضرب ومن غير اي حاجة انا بجهزها لوحدها قلبت كده لحد لما لاقي الكاكاو هو اللي باين اكتر حاجة مش باين معي اللون الابيض باين معي الكاكاو الحاجات دي بتكون جميلة اوي في الكريسمس عشان بتشجعنا كده كلنا نعمل حاجة مع بعض يبقى فيها زار يبقى فيها ضحك تخلي فيه روح حلوة كده روح بهجة كده في المكان في التجمع اللي احنا عاملينه مختلف عن ان احنا نجيب كيك جاهز وناكله على طول الحاجات لما بتبقى احنا اللي عاملينها بيباليها معنى مختلف وفي نفس الوقت بتكون برضو فيها ان احنا بنوفر يعني ممكن نعمل عدد اكبر جدا بمبلغ لو اشتاد نامن برا هيكون اغلى جدا اشيل دولة كده وبتدي احضر المقادير السيلة عندي ايه عندي بطين دايما بقول لكم في الكيك اعودوا اضربوا كل حاجة لوحدها في الكيك ده لا انا هقول لكم جهزوا المقادير الجفة حطوها كلها على بعضها وحطوا المقادير السيلة كلها على بعضها وبعدين اضربوا الاتنين مع بعض عشان هي كيكة سريعة وحلوة الزباية دي هيخلي كل الحاجات تدخل في بعض عندي القهوة دي انا منزودها دي لمسة اضافية انا بحب القهوة في الكيك وفي نفس الوقت مفيش اطفال يعني احنا اللي هناكل كل الستوديو هيكل الكيك ده لكن لو فيه اطفال دي طبعا هتخليهم يسهروا مش احسن حاجة القهوة للاطفال بس هي بتدي طعم غني جدا للكيك وبتخليه احلى يعني بتدي طاطش كده للناس اللي تحب الكافيين عمتا هتحبه جدا عندي الزبدة زبدة دي بقى اختياري لو ما حطناش زبدة هنزود الزبادي او الساور كريم هنزود حجمه للضعف ده في حالة عدم وجود زبدة لكن انا هحط زبدة عشان عايز الطعم يكون غني كده وفيه شوية دسامة اشيل كل ده ونشوف هنعمل ايه مع بعض الساور كريم اللي هي الكريمة الحمضة هي شبيهة للزبادي شوية بس طعمها حمض شوية مع السكريات بتاعت الكيك بتخلي فيه ميكس في الاخر كده بنحس كأن احنا عاملين حاجة حدقة مع حاجة حلوة فبتصبت الطعم تصبت السكريات الزيادة بس مش كل الناس بتحب اضافتها او ممكن تستغلاها او ممكن ما تلاقيهاش فانا بديلها بزبادي الكيك لما بتحطله زبادي بيبقى هش جدا بيرتفع كده ونحس الفراغات بتاعته بتبين اضكار اللي هو بتبقى جوة ده وانا هوريكم كمان بعدة لما استاود بقت شكلها ايه دلوقتي طبعا الزبداوا تعمل كالكعة انا بس بحاول قلب المادير الجفة والمادير السيلة بقلبها هايẫn او المادير الجفة انا جاهستها ايحنا عملنا ايه عاملنا المادير الجفة كلها على بعض نخلناها وعندي المادير السيلة كلها طربتها بالمضرب السلك لسه فيها كالكعة تحتاج ان هي بقت تضرب المضرب الكهربا وينزد عليها المقدير الجفة واحدة واحدة في اتجاه واحدكم بعض الفاصل وهضرب بقى دلوقتي المكونات السيلة اللي هيكا البيض وزبادي وبانيليا وقهوة اضربها كلها عشان ادوب الزبدة مع البيض مع الفانيليا مع اللبن ادوب بقى كل ده مع بعض كده وانا اصلا مجهزة المكونات الجفة لما اضرب دي هنزل بقى بيها واحدة واحدة فيبسدي خليط الكيك عندي يجهز على طوط طبعا لو الزبدة كانت سايحة شوية عن كده هتدوب معكم اسرع يستحسن ان هي دايما تبقى درجة حرارة الغرفة ما تبقاش مجمدة عشان ما تتعدكمش في ان انت دوبوها وفي نفس الوقت كمان بتبقى لما تكون قطرة بتضوب كده في الحاجة احلام فعملش اي كلاكية كده دلوقتي انزل المقدير الجفة واحدة واحدة لما نزل المقدير الجفة لازم ااخد بالي انه اقلل سرعة الكهرباء علشان ما ينطرش في وشي كاكاو على طوله اعمال لي حادث اهو نضب بس مكان المضرب الكهرباء هعمل ايه بقى دلوقتي هنزل الكيك المقدير الجفة مش السايلة واقلب كده في اتجاه واحد ونزل الباقي واقلب برضو في اتجاه واحد طبعا كل ده لازم يتضرب دقيقتين تلاتة علشان يدخل في بعض بقى حل بص انا بقلب اهوب تجاه واحد واللوم بتاع الكاكاو طالع على طول لازم بقى ادوب السكر اللي موجود ده ادوبه كويس قوي قاعد اضرب فيه دقيقتين تلاتة وكون بجهز الفرن بسخنه على 180 وكون حط الورق بتاع الكاب كيك مجهزة من غير اي سمنة ولا دقيق ولا اي حاجة هون مغيرلني السلاح بتاعه فكان بيطلع فكنت لازم اغيره دلوقتي بقى بعمل ايه بادوب الزبدة مع السكر بادوب كل المقادير مع بعض الجفة مع السايلة وباضربهم كويس قوي انا طبعا اعطف الفاصل اضربهم لحد لما السكر ده ما بقيتش سامع صوت السكر على فكرة ان بيكون موجود واحنا بنضرب بنسمع صوته دايما حاجة بتدول كده اول ما نبتدي نسمع صوت سائل اكتر من صوت سكر بيدبدل في بعض كده بتبقى تمام الكيكة مش محتاجة ضرب كتير جدا احنا نخلنا مع بعض المقادير الجفة حل وجهزنا المقادير السايلة وضربناها كويس قبل ما نحط ده مع ده فمش هتاخد وقت كتير في الضرب بتاعها وبضربها بتجاه هو يحط دايما عشان الهواء كده لحد لما لاقي السمك بتاعها مزبوط وجميل واللون لون الكاكاو الحلو ده بصوا اهي كده جميلة جدا كده هي مزبوطة جدا هعمل ايه بقى دلوقتي شيل المدرب ده خالص وعندي الصناية بتاعت الكاب كيك بجيب مقادير الكيك اهي مقدار السايل بتاع الكيك باملى قد ايه من الورق بتاع الكاب كيك باملى النص مش باملىها الاخيرها عشان طبيعي ان الكيك لسه بيرتفع فما زويتش اكتر من نصها وفي الاخر اشيل بقى اي حاجة هتحصل منو انا بحط كده في حاجات اكيد هتقع هتحصل شوية لحواسة كده عادي نزبطها مع بعض بحط كده لو مليت للاخر لما ترتفع هتعدي بقى هتعدي الصناية وهتعدي الورق وهي بشكلها مش حلوة خالص فانا باملى حوالي نصها يعني بكون لسه شايفة جزء فراغ من الورق بتاع الكاب كيك كله هتاكل كده كده بس الارتفاع عشان احنا هنعمل شجرة فوق الكاب كيك ده فانا مش عايزة يرتفع اوي اوي فيبوز لي الشكل اللي انا عايزة اعمله طبعا انا كده مليت معاكم تلاتة طبعا بقى بننظف اي حاجة نزلت مننا واحنا بننزل السائل بتاع الكيك بننظف كويس عشان ده ما يستويش جوه ويعمل لي حروف كيك تمسك في الورق فيبوز الدنيا بدخل السائل ده على 180 فرن يكون سخن لازم يكون سخن عشان كيك ما يهبطش لازم بيدخل من 20 ل 25 دقيقة احنا طبعا عشان الوقت انا هاملة بقيته كله بنجهزه كله بيطلع معايا بالمنظر ده بصوا منظر جميل جدا بعمل ايه بقى دلوقتي بخدهم كده عندي العسيان بتاعت عندي دلوقتي الكونو البسكوت الكونو بتاع الايس كريم العادي بجيب كده الكونو وببتدي اعمل فراغ في الكيك عشان الكونو ده اعمله زي فتحة ليه هغرزه في الكيك طبعا الكلام ده في الاخر ده كيك فلازم بقى ايه بالراحة قوي 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 بنزله كده ايه بالراحة تمام تقريبا انتو برضو بالنظر كده هتعرفوا تجيبوا الكتر بتاعو بس اهم حاجة ان انتو تنزله براحة على الكيك عشان ما يتفتفتش بنعمل دايرة بالسكينة بعمل فتحة للكونو بتاعو في ايه كونو بتبقى الزواية بتاعتو شوية طلع على فوق كده احنا عايزين ناخد بالنا بنختار انهي كده ما تقلقوش خالص من المنظر المعمول ده لان كل ده احنا هنزبطه دلوقتي طبعا الحاجات دي الاطفال تحباها جدا يعني كل عيد كده وبيبقى ليه سيزن بتاعو او حسب العيد ده مناسب لي ايه الكريسماس الحاجات بتاعت الشجر والكيك والحاجات دي مناسبة جدا ان احنا نعملها مع بعض تبقى شاركة حلوة في اي فاميلي كده تدي روح بهجة وحب واتخلي الدنيا ظريفة ونحس بمعنى العيد هعمل ايه تاني هعمل كده هعمل اخر واحدة من الكيكس الجميلة اللي هتحبوها جدا الكيك ده وبيدي شكل في الاخر جميل جدا جدا انا الكون ده في الاخر كنت شكة فيه منو انا بعمله اه دي فتحت بالزيادة فدي ممكن ابدلها بواحدة تاني بتكون مسكة نفسها اكتر اعمل دايرة كده والف كده وبالراحة كده وانا بنزل الكون بتاعي احاول اعمله الفاتحة حطاته كده ايه بالراحة بعمل ايه بقى دلوقتي عندي عندي اتنين كريم شمتي او كريمة اللي هي بتاعت الحلويات بتجيب الكريمة بعد ما بخفقها بزود عليها اللون الاخضر بزود عليها اللون الاخضر اللي هو اللون ده وبعد اقلب لحد لما اوصل للون ده اللي هو اللون الاخضر غير مقفتح حسب احنا هنحب انهي درجة كل لما نزود اللون هنلاقيه عمال بيغمقه اكتر طبعا هو يحتاج اكتر جدا من الكمية اللي انا حطيتها بس انا عشان استهلكتها في اللي انا كنت بسقح هتجيبوا اللون الاخضر وهتجيبوا الكريمة او الكريم شمتي وتخفقوه وتقلبوه لحد لما توصلوا للون اللي هو اللي معايا ده اللي بين قدامكم في الكاميرا هتعودوا تزودوا وتقلبوا بعدين تحطوه في كيس حلواني تاخدوا جزء ابيض من غير اللون وجزء تاني اللي هو باللون عندي جزء الابيض هاخدو واعمل بيه كده هاعمل دايرة كده حلوة اقفل بيها الشجرة بتاعتي من تحت هنعتبر ان احنا ايه عادين بنعمل شجر احنا نعمل کرسي اقفل بيها الشجر والداء عشنا نعمل matters يعني كأننا بنعمل ارضها حلو وعمل ايه تاني باخد الكريمة من تحت والف بيها دايرة كده بروحها بقى في التعامل معتازين للكيك ده عشان هو كونه في الاخر بسكوت وكيك الحاجات كلها هشة جدا يعني بعدين بعمل ايه بعد لما بخلص الابيض ببتدي بقى اعمل الاخدر طبعا انا عشان وقت الحلقة مش هعرف اعمل معاكم كله بس هعمل لكم واحدة ونشوف هنعمل ايه مع بعض بعمل كده زي دوائر كده فوق بعض على طول ما اعملش ايه فراغات فوق بعض عشان اعمل شكل الشجرة بصوا الجمال لأ رائعة 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 بجد جميلة جمال غير عادي ايه رأيكم في الكريسمس تريل هكملها بقى من كل الجوانب كل الحاجات دي بتدي شكل جمالي حلو في الاخر انا بحاول عملكم ابسط حاجة شان تتشجاوها تعملوها بس هي بجد من الكيكس المشجعة انتو تعملوها في الكريسمس لو عندكم تجمع كريسمس كده اعملو الكيك اعملو الكريمة لونوها بكذا لون وشاركوا بعض كلكم كده بيها اعملو روح حلوة هتحسوا بقى بتعمل عيد ودخول سنة جديدة زي لما كلنا بنعمل الكحك كده في الاعياد اللي هي مناسبتها كحك دايما اخد بالي وانا بطلع الكريمة احاول اطلع ايدي لبرا كده عشان اعمل شكل الشجرة كاني بعمل ورق شجرة يعني احاول ان انا ايه ما نمش كده وانا بعملها مبضلش سعيبة ايدي يعني لو ايه ثانية كده واطلع على طول علشان شكل الشجرة يتعمل معي حلو طبعا الاطفال يعني دي تبقى وصفة بالنسبة لهم تحفة لعبة كأنك بتقول اي طفل ارسم يعني نعملوهم احنا الكيك ونسيبهم يزينو بقى ويعملو شجر وتبقى في الاخر حاجة بيتي جميلة وطبعا طعم الكريمة مع البسكوت الكونو بيكون حلو جدا هاجي فوق وقفل الشجرة كويس جدا متأكد ان هي متقفلة عشان ما يبقاش فيه اي شكل بسكوت لشكل هايل انتو اكيد واخدين بالكم شكل جميل جدا في الاخر بنشوف اي فراغات ما فياش كريمة وبنملاها كده والمقادير موجودة تاني على الشاشة عشان لو حد عايز يكتب تاني مقادير كيك عادية وبعد ما الكيك تلعت بعد من 20 ل 25 زيئة على 180 سبناها تبرد عملنا شكل فراغ للبسكوت قبل لما نغرسه في الكيك شكل دايرة وغرزنا البسكوتة بالراحة جدا بعد لما غرزناها بالراحة نزلناها لتحت كده عشان تمسك في الكيك من النص وبعدين عملنا من تحت الشكل الابيض دايرة بيضة وبعدين بدأنا نعمل باللون الاخضر على كريمة خفك او كريم شانتي بدأنا نعمل شكل ورق الشجر اللي انا عملاه ده وخلاص كده اخيرا بعمل ايه للكيك حط كده حلو قوي بعمل حاجة صغيرة كازينة برضو اختيارية بتكون شكلها حلو مع الوصفة دي اللي انا عايزة احط زي سكر بودرة كده كاني فيه سنو او فيه تلج احساس الكريسمس شوية ونزل عليها هي كمان كده لو فيه بقى نجمة من فوق بالشوكولاتة كده مسايحينة وعملتوا شكل نجمة هتديكم شكل جميل جدا شكل التلج حلو قوي حاسين بشكل التلج يا جماعة حسيتوا بالتلج حلو قوي